أحزاء الصفة الثاني عشر نرحب بكم عبر صوت التربية والتعليم الإداءة التعليمية الأولى في فلسطين ونترككم الآن مع شرح مفصل لمادة التربية الإسلامية متمنين لكم أوقات الملوها الفائدة والمعين الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب صف الثاني عشر أهلا ومرحبا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين والتي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم المعلم محمد سكيك مدرس مادة التربية الإسلامية من مدرسة فلسطين الثانوية للبنين نلتقي اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر وعنوان درسنا لهذا اليوم هو منهج التعامل مع القرآن والسنة النبوية الشريفة وكنت قد تحدثت معكم في الحلقة السابقة عن أربعة محاور في هذا الدرس واليوم سنتم هذه المحاور بإذن الله تعالى تحدثنا في الحلقة السابقة عن المحور الأول وهو بيان أهمية القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعن الفرق بينهما ثم تحدثنا في المحور الثاني عن المقصود بمنهج التعامل مع القرآن والسنة ثم تحدثنا في المحور الثالث عن الأسس الواجب مراعاتها في التعامل مع القرآن والسنة ثم تحدثنا عن الأساس الأول الإيمان بالوحي الإلهي والأساس الثاني الاعتماد على القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية الشريفة واليوم بإذن الله تعالى سنتحدث عن باقي الأسس ونجعلها أيضا في محاورة رئيسية نتحدث في المحور الأول اليوم عن الأساس الثالث وهو مراعاة أسباب النزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث النبوية الشريفة ثم نتحدث في المحور الثاني عن الأساس الرابع وهو جمع النصوص في الموضوع الواحد ثم المحور الثالث وهو مراعاة مقاصد العامة للشريعة ثم المحور الرابع العلم باللغة العربية ثم المحور الأخير الانتفاع بما ورد من تفسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى طبعا هذا الدرس هو من الأهمية بمكان فيجب أن ندقق على المعلومات الوالدة في هذا الدرس وأنا بإذن الله تعالى من خلال الشرح سأضع بين أيديكم الكثير من الأسئلة المحتملة والمتوقعة من خلال فبرة السابقة في اختبارات الثانوية العامة نبدأ بإذن الله تعالى في المحور الأول في حلقة اليوم وهو الأساس الثالث في درسنا والأساس يقول مراعاة أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث النبوية الشريفة بداية نريد أن نتعرف على سبب النزول ما هو سبب النزول؟ سبب النزول هو سؤال يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو حادث تقع في زمانه فتنزل في ذلك آيات كريمات إذن سبب النزول هو سؤال أو حدث أنزلت فيه آيات كريمات وعندنا أيضا سؤال مهم ما هي أهمية معرفة أسباب النزول؟ تحدث عن أهمية معرفة أسباب النزول الإجابة على هذا السؤال أن معرفة أسباب النزول تعين على فهم الآيات الكريمة فهما سليما وأن الجهل بسبب النزول يوقع في الخطأ في فهم المعنى عندنا أيضا سؤال مهم في هذا الأساس أذكر مثالا على سبب النزول أذكر مثالا على سبب النزول مثالنا اليوم في قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي قتال المسلمين ضد الروم دخل رجل من شجعان المسلمين إلى صفوف الروم وقاتل قتالا شديدا فقال البعض سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم عن الآيات القرآنية الكثير يعلم معانيها ويعلم في من نزلت ولم نزلت فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله تعالى يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتهلكة إذن هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو إذن من خلال سبب النزول تبين أن معنى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله والإنشغال في التجارة والزراعة والأموال وهذا سؤال جاء في اختبار سابق من اختبارات الثانوية العامة المقصود بالتهلكة في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وجاءني بعدة اختيارات من هذه الاختيارات أولا قتال الأعداء دون تناسب في العدد ثانيا اقتحام صفوف العدو من أحد الجنود ثالثا قتال الأعداء دون تناسب في العدة رابعا ترك الجهاد والإقامة على الأموال وكانت الإجابة الصحيحة هي ترك الجهاد والإقامة على الأموال وأيضا جاء سؤال في سبب النزول أيضا في اختبار 2017 النظام القديم إكمال قال في أسئلة اختر الإجابة الصحيحة يعين على فهم الآيات فهما سليما حسب المواقف والظروف ثم جاءني بعدة اختيارات ألف الناسخ والمنسوخ با التقديم والتأخير جيم أسباب النزول دال البسملة والابتداء والإجابة الصحيحة هي أسباب النزول إذن لا بد أن ندقق في هذه الأمثلة ونستخرج منها أسئلة اختر الإجابة الصحيحة أو أسئلة المعنى المستفاد أو غيرها إذن هذا مثال من القرآن على سبب النزول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فما هو مثالنا على أسباب ورود الأحاديث النبوية هناك أحاديث نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب معين فلا يجوز أن نحملها على معنى آخر ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر استغل بعض المغرضين أعداء الإسلام هذا الحديث وقالوا أن الإسلام ليس له شأن بتنظيم حياة الناس أخذوا هذه العبارة التي قالها صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر وظنوا أن الإسلام ليس له علاقة بتنظيم حياة الناس ويرد عليهم بأن هذا الحديث متعلق بالخبرات بالأمور الدنيوية البحتة وسبب ورود الحديث هو الذي يبين لنا صحة ما ذهبنا إليه فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على أناس يؤبرون النخل أي يلقحونه فقال صلى الله عليه وسلم لو لم يفعلوا لصلح أي أتركوه يلقح نفسه بنفسه عن طريق الرياح ففعلوا ما قال لهم صلى الله عليه وسلم فلم يثمر النخل في ذلك العام فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لهم إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر إذن هذا المثال قد يأتيني في الاختبار بطريقة أذكر مثالا على أسباب ورود الحديث أسباب ورود الحديث فنذكر هذا المثال وقد يأتيني ويقول لي يقول البعض أن الإسلام لا شأن له بتنظيم حياة الناس مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشر كيف ترد عليهم يكون الجواب إن هذا يتعلق بالخبرات بالأمور الدنيوية البحتة فسبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس يلقحون النخل فقال لهم لو لم يفعلوا لصلح فلم يثمر النخل ذلك العام فذكر الحديث نأتي الآن إلى قاعدة مهمة مشهورة في موضوع أسباب النزول وهي قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قد يأتيني سؤال يقول لي ما معنى هذه القاعدة أو قد يأتيني في سؤال اختر معنى هذه القاعدة ألا نقصر الحكم على الواقع التي نزل بسببها بل يتعداها لكل حادثة مشابهة ما معنى هذا الكلام أي أن الآيات التي نزلت لتعالج حادثة معينة لا تختص بهذه الحادثة فقط بل تنطبق وتشمل جميع الحوادث المشابهة نأتي بمثال على ذلك قول الله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات هل هذه الآية خاصة بالحدث الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتهم رجل زوجته بالزنا هل هي خاصة به أم أنها تشمل جميع الحوادث المشابهة طبعا تشمل جميع الحوادث المشابهة يعني إذا وقع في زماننا حادثة مشابهة فنقول لهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه القاعدة جاءت في سؤال اختر في أسئلة التقويم في الكتب القديمة يقول السؤال المقصود بقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ألف يجب فهم الآية بمعزل عن سبب نزولها با لا تساعد أسباب النزول في فهم القرآن جيم لا نقصر الحكم على الواقعة التي نزل بسببها دال لا يجوز تفسير القرآن بمعاني بعيدة عن العربية والجواب الصحي هو لا نقصر الحكم على الواقعة التي نزل بسببها هذا بالنسبة لمحورنا الأول وهو مراعاة أسباب النزول نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث النبوية الشريفة طبعا نذكر لطلابنا الأعزاء وطالباتنا الكريمات أن عنوان حلقة اليوم هو درسنا الأول في الكتاب منهج التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريف وانتهينا قبل قليل من الأساس الثالث مراعاة أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث الشريفة وأنا معكم الأستاذ محمد اسكيك من مدرسة فلسطين نكمل إن شاء الله تعالى الآن المحور الثاني اليوم وهو الأساس الرابع جمع النصوص في الموضوع الواحد طبعا هذا الأساس مهم جدا جمع النصوص في الموضوع الواحد وهو أننا إذا أردنا أن نفسر آية أو نشرح حديثا فلا بد من جمع النصوص المتعلقة بالموضوع وأن نجمعها وننظر فيها نظرة شمولية حتى يتضح المعنى فهناك آيات مثلا قد نسخت ولو أردنا أن نعتمد عليها لو قعنا في خطأ شرعي نأتي على مثال لذلك وهو قضية تحريم الخمر كما تعلمون أن تحريم الخمر كان بالتدرج ومن الآيات التي نزلت في تحريم جزء منها في وقت معين يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة إذا جاء يعني رجل وقال لنا الخمر محرم فقط وقت الصلاة أما في غير الصلاة فهي مباحة وهذا ما قاله القرآن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة فكيف نرد على هذا الرجل نقول أن هذه الآية مثلت مرحلة من مراحل ذنب الخمر والتي انتهت بتحريم شرب الخمر تحريما قطعيا والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إذن هنا أتينا بالنصوص المتعلقة بموضوع الخمر حتى لا نقع وحتى لا يقع الوهم عند البعض فيظن أن الخمر محرم في وقت معين دون وقت فالآية الأخيرة التي نزلت ونسخت الآيات الأخرى وبيّنت أن الخمر محرم في كل وقت وفي كل حين هذا مثال من القرآن دعونا نأخذ مثالا من السنة النبوية الشريفة ومثالنا هو ما يتعلق بقضية الإسبال والإسبال هو إطالة الثوب أسفل الكعبين إطالة الثوب أسفل الكعبين الكعب الذي يسمونه العوام الرمانة فإذا أطال الرجل ثوبه أسفل الكعبين جاءت عندنا نصوص أن ذلك محرم نريد أن نجمع النصوص المتعلقة بهذا الموضوع حتى نفهم المعنى يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم إذن هذا الحديث يدل على أن الإسبال محرم مطلقا ولكن لا بد أن نتوقف وأن نأتي بالأحاديث الأخرى حتى نصل إلى الحكم الصحيح الأحاديث الأخرى دلت على أن المقصود بالإسبال المحرم هو الذي يكون بقصد الكبر والخيلاء الذي يكون بقصد الكبر والخيلاء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جر ثوبه خيلاء أي تكبرا وغرورا لم ينظر الله إليه يوم القيامة رواه البخاري هنا يأتينا السؤال بطريقة جيدة يقول لك في الأسئلة يفهم من حديث ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة وذكر منهم المسبل يفهم من هذا الحديث تحريم الإسبال مطلقا وضح أو بين المعنى الصحيح للحديث ماذا ستقول تقول لا بد من جمع النصوص في الموضوع الواحد والأحاديث الأخرى دلت على أن الإسبال المحرم وهو تطويل الثوب أسفل الكعبين إنما يكون بقصد التكبر والخيلاء هذا هو الجواب الصحيح طبعا جاء في اختبارات سابقة في أسئلة اختر الإجابة الصحيحة أيضا من الأسئلة المهمة يقصد بالإسبال المحرم ألف الإصراف والزينة با الكبر والخيلاء جيم التشبه بالملوك دال إظهار الغنى الإجابة الصحيحة طبعا هي با الكبر والخيلاء لابد أن ننتبه وأن ندقق في هذه الأسئلة لأنها مهمة جدا طيب أيضا في موضوع الخمر الذي ذكرناه سؤال قد يأتيك سؤال مقالي يقول لك السؤال كيف ترد على من يقول إن الخمر محرمة وقت الصلاة فقط ويستدل بقوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارة الإجابة ستكون يجب مراعاة باقي النصوص والتي تدل على أن هذه الآية مثلت مرحلة من مراحل ذنب الخمر والتي انتهت بتحريمه والدليل قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يعني هذه الأساسات مهمة جدا والمعلومات فيها يعني جيدة ومتقنة ودقيقة فننتبه يعني قد يأتينا من هذه المحاور التي ذكرناها أو الأساسات يأتينا أسئلة تعلل قد يأتينا أسئلة أذكر مثالا قد يأتينا أسئلة كيف ترد على من يقول فلنتبه إلى هذا الأمر ويكون عندنا تنويع في فهم الفقرات وفهم الأسئلة وطريقة يعني الإجابة عليها بعض الطلاب يستعجل يستعجل في الإجابة على السؤال يختصر أكثر من اللازم أو يزيد في الكلام أكثر من اللازم فأنا أرجو منهم أن يدققوا فيما أقول وأن يعني يتقنوا هذه المهارات حتى يحصلوا على الدرجة الكاملة إن شاء الله تعالى قبل أن نختم حلقة اليوم دعونا نضع بعض الأسئلة أو نراجع بعض الأمور التي ذكرناها وأنا أحب في المراجعة أن أراجع أسئلة أسئلة الدرس الواحد نراجع الأسئلة التي أخذناها في هذه الحلقة وأيضا في حلقة سابقة ما دام تتعلق في نفس الدرس فلو قلنا مثلا ما الفرق بين القرآن والسنة ما الفرق بين القرآن والسنة الإجابة ستكون القرآن وحي بألفاظه ومعانيه والسنة وحي بمعانيها دون ألفاظها وأيضا من الأسئلة المهمة أذكر مثالا على نص ظني الدلالة هو قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ فكلمة قرؤ جمع قرآن ومن معانيه الطهر أو الحيد وأيضا من الأسئلة المهمة نراجع أيضا سؤالا مهما ما المقصود بالتهلكة في قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة المقصود بالتهلكة هو ترك الجهاد والانشغال بالأموال وأيضا دعونا نختم بهذا السؤال ما المفهوم الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم المسبل ما المفهوم الصحيح للإسبال وما هو المحرم منه نقول لا بد من جمع النصوص في الموضوع الواحد فالإسبال المحرم كما جاء في الأحاديث الأخرى هو إطالة الثوب أسفل الكعبين بقصد الكبر والخيلاء بقصد الكبر والخيلاء وهنا يعني أعيد على الطلاب أن الآيات والأحاديث المظللة باللون الأصفر مطلوب حفظها أما الآيات والأحاديث غير المظللة فغير مطلوب حفظها وقبل أن أترككم أضعوا بين أيديكم بعض الأسئلة لتجيبوا عليها في المنزل السؤال الأول عرف سبب النزول عرف سبب النزول السؤال الثاني ما معنى قول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب السؤال الأخير كيف ترد على من يقول أن الخمر محرم في الصلاة فقط يستدل بقول الله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا إلى هنا طلابنا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من شرح مادة التربية الإسلامية للصف الثاني عشر حيث تناولنا في حلقة اليوم درس منهج التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتحدثنا عن عدة محاور المحور الأول مراعاة أسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث والمحور الثاني جمع النصوص في الموضوع الواحد شكرا لحسن استماعكم ونلتقي بكم في الدرس القادم بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج تفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث التربية الإسلامية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم